حبيبي هذا الشخص الذي تسأل عنه أنت تراه الحبيب المثالي تراه الشخص المثالي ليكون في حياتك تراه الحبيب تراه حبيب تراه كزوجك تراه كصديق واخه يعني أنت تريد كل شيء مع هذا الحبيب تراه كذلك أبو أطفالك والعكس هو الصحيح هو كذلك يراك الشخص المثالي واخه لكن أرى أن ربما البعض منكم هناك مسافة جسدية قصيرة والبعض الأخر مسافة جسدية طويلة ربما هذا الحبيب ابتعد أو صفر واخه لكن هذا الحبيب دائما يعود لحياتك لأن هذا ما كتبه القدر هذا الحبيب هذا الحبيب يعتقد هذا الحبيب حزين بزر هذا الحبيب يعتقد أنك سترفضه ربما هذا الحبيب يعني هو يعني أحبك من أول مرة شاف يعني كان حب في يعني من أول وهلة نعم وربما أنت رفضت هذا الحياة الحبيب نعم لأن أنت كنت ربما مع شخص آخر أو كنت متزوج واخه يعني أنا أرى هنا طرف آخر واخه قد يكون من طرفك أنت أو من طرف هذا الحبيب لكن أرى أنه من طرفك أولا لكن ربما كذلك من طرفه دبا نشرح لكم واخه أنت ربما لديك علاقة أو متزوج وهذا الحبيب لا يتجرأ ويذهب ويعود يخاف نعم يخاف تقول هذا القرد يعني هذا هو أمر روح بدون شك هناك معاناة هناك طرف آخر وهناك خوف من أن لا تختاره هو واخه يعني أنت لديك علاقة وهو كذلك ربما هو كذلك لديه علاقة واخه يعني أرى هنا طرف آخر لكن الأغلبية تقول أن أنت من لديك علاقة وهذا الحبيب يخاف من أن يقترب لأنه يخاف من أن ترفضه وأن لا تختاره هو واخه لنواصل هذا الحبيب قلت يعني عنده يخاف 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 بزاف وهو طاقة هو هي الحزن هو حزين بزاف واخه هو يريده يريده شوفوا يعني هنا حزن حزن كبير في هذه القراءة لكن هو حب جميل كذلك هناك حب نعم هناك حب وعشق كبير واخه الله شوفوا أنت حبيبي أنت حبيبي محظوظ بزاف هذا الحبيب أرى أنه يطرق بابك لكن يخاف هو يخاف من أن يطرق بابك وأن لا تفتح له وهذا الحبيب هو تحت المطر وتحت الثلج تفهمون أن هذا الحبيب محتار متردد خائف لذلك أنا أرى أن أنت من لديك يعني طرف آخر لكن ربما هو كذلك لديه طرف آخر واخه لكن أنا أرى بزاف ديال الغيرة هذا الحبيب يغار بزاف لماذا؟ لأن لديك أنت طرف آخر كذلك بلاتي غير نقلكم الطاقات لكي الطاقات التي أراها هي هوائية مثلك يعني جوزة ميزان ودلو دلو نعم مثلو وكذلك كذلك طاقات طاقات قلنا هوائية كذلك طاقات نارية أسد قوس وحمل وكذلك طاقات طرابية وخا لكن المهيمنة هي الهوائية مثلك وكذلك النارية وخا بنواصل أنت حبيبي هذا الحبيب قلنا أنه يذهب ويعود وخا لي أنه خائف هو 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 يرى أن يعني ليس يعني أنت فوق الإمكانية دياله يعني لا يمكنه الغصول لهذا النجم لهذه الملكة وخا يعني يراك أقوى منه وأفضل منه وخا أنت حبيبي برج الميزان أنت محظوظ جدا أنت محظوظة بزاف وخا الله أعطاك كل شيء جمال رزق ولديك فرص كثيرة في الحياة وفرص دائمة لا تنتهي يعني أنت يعني مطر البركة يعني تمطر السماء أنت سماءك سماء الرزق والبركة والحب وكل شيء وخا هذه القراءة يعني سحرية وغريبة نوعا أن يعني ما شاء الله عليك عليك كل ما تتمنى أنت كل ما تتمنى الله يهدي لك الله يحبك بزاف نعم يعني الحماية السماوية هي فستانك وخا قلنا أنت ربما متزوج أو مع ربما متزوج مع روح متشابهة يعني أنت أنت يعني سعيد في حياتك يعني مرتاح لكن وصل هذا حبيب الروح عفوا توأم الروح لأنه توأم الروح وصل توأم الروح يعني وبدأت تفهم أنه يعني هذا غير عادي هذا يعني هذه المشاعر مع هذا الحبيب يعني وحدث تغيير كبير بزاف تغيير قوي بزاف مع وصول هذا الحبيب وخا خلي من هنا ستوكل الله قلت أنت كنت يعني في حياتك مرتاح وسعيد حتى حتى يعني وصل هذا الحبيب وخا أنت يعني كيف نشرح لكم أنتم يعني كل ما تطلبونه من السماء السماء تجيبكم يعني الله رحيم معكم وكريم بزاف لذلك ربما هذا الحبيب هذا الحبيب الجميل ليس الحبيب هذا يعني أنا أتكلم عن هذا الروح المتشابهة يعني إنسان طيب جميل يحميك يحبك يعني أنت تعيش في يعني في حياة جميلة وهانئة لكنه ليس توأم الروح وخا لذلك أنت تمارس قانون الجب وربما أنت مارست قانون الجب والله أعطالك هذا الحبيب هذه الروح المتشابهة لكن عندما وصل توأم الروح فهمت أن هناك شيء غريب يحدث في حياتك نعم وخا وهذا أتمنى أن تكونوا فهمتم وخا يعني هناك روح متشابهة في حياتك وهذا من تسأل عنه هو حبيب توأم الروح توأم الشعلة وخا يعني مع توأم مع توأم الروح المتشابهة كل شيء يعني كل شيء جميل وروض وفراشات كل شيء جميل وسهل لكنه ليس حب توأم الروح هذا الحب هذه النار هذا الحب الذي لا ينتهي هذا الحب الذي يعني يجعلك تفكر ليلة نهار وهذا الحبيب كذلك هذا الحبيب حزين غاضب منك يغار يغار لأنك مع شخص آخر هو يعرف أنك له ولكن هناك يعني هناك خوف لأنه يراك كالنجم يراك كمالك يراك كمالك ويصعب الوصول إلي وخال لذلك يذهب ويعود وخال هذا الحبيب يخاف من أن تكسر قلبه أكثر مما هو مكسور ويعني يحس بأنه أقل شأن منك بزاف وهو في حزن كبير جدا وكذلك غاضب ويغار لكن حبيبي هذا الحبيب عندما يراك يرتاح يرتاح لقربك يرتاح عندما يكون بقربك وعندما تغضب أنت من هذا الحبيب هذا أكبر عقاب مسكين هذا أكبر عقاب وخا الله نشوف ماذا ماذا سيحدث ماذا سيفعل هذا الحبيب الذي تسأل عليه من جديد المجنون هذا الحبيب يعشقك بجنون هناك طاقة سلبية كذلك هناك طاقة سلبية هناك طرف آخر ربما هذا الحبيب كذلك عنده طرف آخر وهناك طاقة سلبية بزف يتكلمون سوء عنك نعم الله لكن لن ينفع يعني هذه الطاقة السلبية لن تنفع لأن هذا الحبيب يحبك هناك رسائل هذا الحبيب سيتكلم هذا الحبيب إنسان جميل جدا وسيفعل كل ما يعني سيقوم بمجهود كبير جدا ليحقق أحلامه الذي هو أنت 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 في حياتي حبيبتي لهذه القراءة غريبة لأن أرى أن هناك شيء معلق يعني أنت وهذا الحبيب باقي ما عشت ولا شيء يعني لم تعيشوا باقي لم تبدأ حياتكم باقي لم تبدأ وخ لأن هناك تجارب سماوية يعني مكتوبة يعني هذه حكاية توأم الروح وتوأم الشعل يعني كانت مكتوب يعني هذا عمل القدر يعني هناك تجارب ستعيشونها تنتظرك حياة طويلة هذه الحكاية لم تنتهي لماذا؟ لأنها باقي مبدأ لم تبدأ ينتظرك تنتظرك حياة طويلة مع هذا الحبيب هناك تغييرات يا الله تغييرات لم يعني ربما أنت سعيد الآن لكن هناك تغييرات عجيبة ليس عجيبة لم تكن تتوقعها تغييرات وبدايات بدايات مع هذا مع هذا الحبيب مع توأم الروح وتوأم الشعل الذي يعاني من أجلك ويحبك وخ يعني يجب أن يكون هناك اتحاد وخ يجب أن يكون هناك اتحاد تشوفوا يعني الرجل والمرأة يعملاني بججبهم سوا وخ لماذا؟ لأن هناك اتحاد اتحاد روحي اتحاد مهم تفهم اتحاد لمواجهة العوائق اتحاد من كل الأنواع هذا الحبيب وأنت سيجمعكم القدر لأنه توأم الروح توأم الشعل أنتم باقي ما بدي تحياتكم ستبقون الآن الآن هذا الحبيب سيتحرك يعني هذا ما يعني هذا سيفعل أشياء كثيرة من أجلك لأنه لا يحتمل هذا العذاب لا يحتمل يعني عنده واحد الغيرة لأنك مع شخص آخر هناك غيرة يغار بزاف يغار وهناك يعني ستغير مصر طريقكم لأن طريقكم سيكون واحد وخ الله قراءة جميلة هذا الحبيب سيأتي لأنه يفكر فيك ليلة نهار يفكر فيك ليلة نهار رغم هذا شفت طاقات سلبية يعني ناس سلبية تتكلم وتحكم عليكم أنت كذلك تخاف من أن أن يحكم عليك يعني يعني المجتمع أن يحكم عليك لأنك مع إنسان آخر أنت ربما متزوج وتحب هذا الحبيب يعني توأم الروح يعني لا لا يمكننا أن أن نسيطر في هذه الأشياء لأنها يعني مكتوبة في الخريضة السماوية قلت أنه يجب أن يحدث اتحاد أن يكون هناك اتحاد بينك وبين توأم روحك وخ لأنه سيأتي لأنه في معاناة كبيرة هو في معاناة أكثر منك ويتعذب لماذا؟ لأنه يقدلك لأنه يعرف أنك أنت توأم روحك وأنه لأنه يحس بالنقص نسكين يحس بالنقص يعني من دونك هو ناثين لا شيء هذا الحبيب يحبك ربما هو يعني طاقة غرحانية أسما من طاقتك وخ يعني هو فاهم أنك شفه فاهم أنك توأم الروح أنك غير عادي لكن أنت ربما شوية مدللة وبما أن حظك سعد دائما الله أعطى كل شيء أنت لا تقدرين كثيرا هذا الحبيب رغم أنك تحبينه وخ هو روحانيته أسما من روحانيتك وهو يعرف أنك أنت توأم الروح وخ ورغم العوائق هذا الحبيب سيتصرف في نهي الكارت سيتصرف كالمجنون سيكافح سيدافع وخ رغم أنه يحس بالنقص أولا من دونك وثانيا لأنه يحس أنه أقل شيء لكن سيتجرأ لأن عندنا هنا يا كارت القوة يعني هذا الحبيب ربما هو أسد كذلك وخ سيتجرأ يعني هذه الطاقة الروحانية وهذا حب توأم الروح ستعطي له قوة كبيرة لكي يدافع عنه لكي يكون معك حبيبي قراءة جميلة بزر قراءة مؤثرة لأن هذا الحبيب يعاني أكثر منه وحتى روحانيته يعني أسمى أنا آسفة لكن أنا كنقول لكم ما أراه يا أخ أراك أنت يعني غير ناضج نوعا ما وهو نعم ناضج هذا الحبيب ناضج روحيا ناضج ويعرف أنك أنت حبيب وأنت ليست توأم روح وهو سيعمل كثيرا سيبذل مجهود مسكين مجهود كبير من أجلك يعني أنت إنسان محظوب عزيزي برج الميزة لأن الله يعطيك كل ما تتمنى تمنيت روحها متشابهة مع أنك ترجمة نانسي قنقر